فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال ولا يقال فإذا كان الكتاب والسنة قد دل على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه لأن الكتاب والسنة أيضا قد دل على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة وأنها لا تجتمع على ضلالة ففي النهي عن ذلك تكثير هذه الطائفة المنصورة وتثبيتها وزيادة إيمانها فنسأل الله المجيبة أن يجعلنا منها هذا عود على ما سبق في الذين زعموا أنه لا فائدة من الأمر والنهي مع وجود القضاء والقدر وأنه إذا كان الشيء مقدرا فلا فائدة من النهي عنه كذا يقولون نعم وهم الجبرية فهذا القول باطل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك وأنه سيقع ولكن علينا أن نأخذ حذرنا منه وأن لا نغتر بمن فعله هذا هو الغرض من الإخبار الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم ولا تعارض بين النهي عن التشبه بهم والإخبار أنه سيكون من يتشبه بهم من هذه الأمة لا تعارض بين ذلك كما ظنت الجبرية والقدرية لأننا نقدر على ترك التشبه بهم نقدر على التشبه بهم وعلى ترك التشبه بهم فالتشبه بهم هو عملنا وأما وقوعه وحصوله فهذا قدر الله وقضاؤه فنحن لا نحتج بالقضاء والقدر على فعل المعاصي وعلى فعل المعايب لأنه بإمكاننا أن نبتعد عن ذلك ونحذر منه نعم وفائدة النهي عن ذلك مع تحقق وقوعه هو التحذير منه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن سيكون من هذه الأمة طائفة منصورة متمسكة فإذا ذكرنا هذا وبلغناه للناس فهذا عمل على تكثير هذه الطائفة المنصورة وتقويتها نعم سأل الله إليكم قال رحمه الله وأيضا لو فرض أن الناس لا يترك أحد منهم هذه المشابهة المنكرة لكان في العلم بها معرفة القبيح والإيمان بذلك نعم وهذا وجه آخر من الحكمة في الإخبار عن وقوع التشبه مع التحذير منه وأن الحكمة والإخبار عن وقوع التشبه هو للعلم ولا شك أن العلم بالشيء مطلوب وأن الجهل به مدمة فالعلم في حد ذاته فيه خير وفيه نفع ترجمة نانسي قنقر